اشتركوا في القناة بعد إحراق العشرات من سيارات المستوطنين في الشوارع وطال بنت نياهو بإدخال الجيش لاستعالة السيطرة على الأوضاء لم يختلف المشهد كثيرا في مدن عكا وحيفا ويافا والجليل والرملة وأم الفحم التي شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال إذ أحرق المتظاهرون الفلسطينيون مراكز للشرطة الصهيونية ودارت مواجهات كر وفر بين شرطة الاحتلال والفلسطينيين وفي الضفة الغربية والقدس اندلعت تظاهرات في مختلف المدن والقرى الفلسطينية نصرة للقدس والمسجد الأقصى وتنديدا باعتداءات الاحتلال في قطاع غزة فخرجت المسيرات الحاشدة في راملة والخليل ونابلس وجنين وغيرها من مدن الضفة إذ دارت مواجهات قرب الحواجز العسكرية الصهيونية أما في قطاع غزة فكان المشهد مختلفا إذ قررت المقاومة الفلسطينية فرض معادلة القوة على الاحتلال ليفك حصاره عن المعتكفين في المسجد الأقصى وهو ما حدث بالفعل بعد قصف صاروخي على مواقع صهيونية انطلاقا من قطاع غزة لكن آلة الحرب الصهيونية بدأت كعادتها حربا شعواء على سكان القطاع فقتلت العشرات من المدنيين من بينهم النساء والأطفال في حين قصفت المقاومة الفلسطينية مدن الاحتلال الكبرى بأكثر من ألف صاروخ فأوقعت عددا من القتلى والجرحى والخسائر المادية الجسيمة وعلى الرغم من أن المقاومة الفلسطينية نجحت في فرض توازن رعب على الاحتلال إلا أن الأوضاع هناك لا تزال مرشحة للتصعيد وصولا ربما إلى حرب صهيونية شاملة على قطاع غزة وسكانه